أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن تطبيق الرسوم على الشاحنات المستخدمة لجسر الشيخ جابر الأحمد لكل من الجسر الرئيسي ووصلة الصبية وجسر وصلة الدوحة سيبدأ غدا وأوضحت الهيئة في بيانها أن الرسوم ستكون بقيمة دينار كويتي واحد لكل طن من الوزن الشامل للشاحنة وذلك بمحطات الوزن الموجودة بمداخل الجسر الثلاث ومشيرة إلى أن السدادة سيكون عن طريق الكينت أو البطاقات المسبقة الدفع فقط